مكة المكرمة واختار أعظم مساجدها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى واختار سبحانه وتعالى مكة لتكون قبلة المسلمين في صلاتهم ودعائهم وموضع حجهم وعمراتهم ولمكانة مكة المكرمة أم القرى وقبلة المسلمين اختار الله عز وجل مكانها وحدده وحرمه وأمر سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يضع لها حدودا تكون كالسور لها لتظل معظمة ومهابة فما كان داخل هذه الحدود فهو من الحرم وما كان خارج هذه الحدود فليس من الحرم وقد جددها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجددها بعده الصحابة رضي الله عنهم ثم الأمراء والخلفاء من بعدهم وفي زماننا هذا وضعت علامات تدل على حدود الحرم جعلت في مداخل مكة ليتعرف على منطقة الحرم كل من سكن مكة أو قدم إليها للحج والعمرة والصلاة صلى الله عليه للحرم بجوار مسجد التنعيم لتحتضن هذه الحدود المسجد الحرام ومشعر منا والجمرات ومشعر مزدلفة ولتميزها عن منطقة الحل التي تقع فيها عرفة موضع ركن الحج الأعظم وها هي مكة المكرمة محدودة بحدود الحرم تضعف فيها الحسنات والصلوات وتعظم فيها السيئات وتبقى مكة المكرمة بلد الله الحرام